شرحنا لهذا اليوم عن كفية تغيير مقاطع اليوتيوب في الخلفية يعني شباب تقدر تدخل على الفيسبوك و واتساب و ويتشات او اي تطبيق اخر واليوتيوب شغال ارونكم الطريقة تحتاج الى تطبيق فلاينكس او متصفح فلاينكس مثل ما رشون امامكم هذا التطبيق بالبداية ندخل على اليوتيوب طبعا طريقة سهلة وجميلة جدا مرات تدخل على تطبيق خلاني وتريد تدخل اليوتيوب شغال هاي الطريقة راح تقدر تفتح اليوتيوب وتصفح جميع توقعات الموجودة بجهازك بدون ما تفتر الى الغروج من اليوتيوب او تقطع المقطع الفيديو اللي تتباوع عليه او تسمع اي شي بيوتيوب مثلا نجي هنا نكتب علي المحمد داوي اي شي لا على التانية نجي مثلا نختار هذي المقطع الفيديو تضغط على هذا السهم مثل ما رأيون وتطيق اهدد توفلينكس الى التطبيق هذا اهدد توفلينكس هسه كلمة عينة نروح الى تطبيق توفلينكس راح نلقى الرابط الي شاركنا نضغط على مقطع الفيديو راح تظهر لكم هاي القناة تحمل ايضا تختار متصفح في لينكس ثاني لسا التحميل نطلع حسا حاليا مثل ما رأينا هادا اليوتيوب هسه فتاع عندي شغال خلي انا صوي الصوت حسا مثل ما رأينا تبدأت الصفح جهازك تدخل على اي تطبيق مثل ما رأيكم شباب طبعا نصيت الصوت حتى سمعون صوتي تقدر حسا تكتر عن اي تطبيق موجود بجهازك مثل ما رأينا تدخل على ملفاتي او تكتر على الفيسبوك او واتساب او ويتشات او اي تطبيق او استوديو او الفيسبوك و راح يبقى اليوتيوب شغال مثل ما رأينا او ما رأينا تقدر ايضا مثل ما رأينا تقدر ايضا مثلا تغير الغنية اذا ما رأينا هذا اليوتيوب اوامك نحتوح مثلا هنا نختار اي مقطع فيديو نختار هذا المقطع ثاني مثل ما رأيكم شغال هسا امامكم اليوتيوب شغال دخل فيه وتقدر تصفوا الجهاز بالكامل تقدر تلعب الالعاب او التطبيقات ويبقى اليوتيوب شغال عندك بالخلفية راح يكون رابط التطبيق اسفل الفيديو بالوصف سلسطر يبل قصيد نصاب مطلع مثل ما رأيت أمانكم شباب اتمنى يعجبكم الشرح لا تنسون اللائح واشتراك في القناة الدليلون شباب بالاقصد فكرا شكر شكرا شكرا شكرا